موسيقى من الميادين هنا ميدان الرياضة تفوح من الموسم المقبل في الدور اللبناني لكرة القدم رائحة تنافس ناري فبعد اكتساح العهد منافسيه وخسرته أربع مباريات فقط في المواسم الثلاثة الأخيرة يبدو الأنصار جاهزا أكثر من أي وقت مضى لاستعادة أمجاد التسعينيات فيما تتركز الأنظار على النجمة وقلعته الجماهيرية المتحسرة على خسارة أبرز لاعبيها فمن سيكون الأقوى في الموسم المقبل أماني مرحبا حلقت اليوم ستكون مخصصة عن الدور اللبناني لكرة القدم بشكل استثنائي وسنتخلى جزئيا عن معظم الفقرات المتنوعة فيها مساء الخير جزاف بداية لك ولجميع مشاهدي ميدان الرياضة كما الدور اللبناني استثنائي ودائما هناك مفاجآت أيضا هذه الحلقة ستكون استثنائية جزاف وأكيد كما ذكرت أو كما سألت السؤال الذي سألته من سيكون الأقوى في الدور اللبناني سؤال يطرح في الشارع الكرة اليوم من قبل الأندية ومن قبل الجماهير لن نطيل الكلام كثيرا سنبدأ هذه الحلقة مباشرة والبداية مع العنوين من عصر التواقيع الأبدية إلى انتقالات تتجاوز القيمة السقية للبطولة أين كرة القدم اللبنانية وهل هذا هو الاحتراف الحقيقي استراتيجية قرية للعهد بعد الهيمنة على المحليات النجم يهرب من بازارات الانتقالات إلى بناء فريق جديد استعانى بالمدرب عظيمة على أمل أن تصبح أجباؤه عظيمة هل يعيد معتوق الأنصار إلى سكة البطولات أم أن فائد النجوم سيعكر مسيرته قبل البدء في هذه الحلقة مشاهدين معك جوزاف نذكر كالعدة بإمكانية التواصل معنا من خلال صفحة البرنامج عبر فيسبوك ميدان الرياضة بلغة العربية وأكيد لمقترحتكم البريد الإلكتروني للقسم رياضي سبورتس أت الميادين دوت نت ولمزيد من الأخبار الرياضية ولمتابعة حلقاتنا يمكنكم زيارة نقاعي الميادين الميادين دوت نت بالعربية وبالإسبانيا اسفانول دوت الميادين دوت نت تظهر العنوين في أسفل الشاشة مع الانتقال التدريجي من زمن التواقع الأبدية إلى عصر إبرام العقود تغير مفهوم سوق الانتقالات في لبنان واقع وصف بثورة لم ترتقي بعد إلى أدنى مقاومات الاحتراف لأن العقلية لا تزال بعيدة عن هذا المفهوم والأرضية تغير صالحة كيف تطور سوق الانتقالات في ملاعب لبنان في لمحة تاريخية في هذا التقرير لسليم عواضة لامست بعض الصفقات المائة ألف دولار أيام الرئيس الراحل لنادي الحكمة عندوان شويري بقي الأنصار محتكراً الألقاب إلى أن أفل جيله الذهبي وضعفت قدرته على ضم نجوم الجيل الجديد بالتزامن مع سقوط اتحاد كرة الخضر ناضجت خبرة نادي تضام صور مع ثنائية رجلي الأعمال علي أحمد وشريف وهبي فنقلاء الكأس خارج بيروت لأول مرة عاد اللقب إلى العاصمة بمعية نادي أولمبيك بيروت الحديث العهد وأول من اشتاح سوق الانتقالات بمبالغ غير مسبوقة وبمغامرة لم تعمر طويلة دخل نادي النجمة عباءة تيار المستقبل مع بهاء رفيق الحريري فبدأ يبرم صفقات قوية مع نجوم الصف الأول انتقل رجل الأعمال الجبلي بهيج أبو حمزي من نادي الإخاء الأهل علي إلى رعاية وتمويل غريمه الصفاء فأعاد الألقاب بعد غياب إلى القلعة الصفراء نقل تميم سليمان تجربته من كرة اليد إلى الساحرة المستديرة من بوابة نادي العهد ضخ أموالا غير مسبوقة على الطريقة الخليجية واضعا نصب عينيه لقبا قاريا اليوم يعود الأنصار مع صاحب الطموح السياسي نبيل بدر المصمم على وضع حد للهيمنة العهدوية لكن جميع الأندية حتى الآن تستثمر في سياسات قصيرة الأمد بمبادرات فردية غير مؤسستية لا استراتيجيات لا تخطيط سليما ولا رؤى واضحة وغالبا الأهداف غير رياضية وحتى يقضي الله أمرا كان مفعولا تبقى كرة القدم اللبنانية راوح مكانك للحديث عن هذا الموضوع معنا في الستوديو عدنان الشرقي المدرب التاريخي لنادي الأنصار ولي منتخب لبنان سابقا كابتن عدنان الشرقي نرحب بك في ميدان الرياضة حضرتك اسم كبير البعض يختص الكرة القدم اللبنانية بأجزاء من تاريخك مع نادي الأنصار أو مع المنتخب اللبناني أهلا بك في ميدان الرياضة أهلا بك متشكر كلمتك ما عطيتني أكتر من حق وإن شاء الله نكون على الحلقة كويسة وجيدة ويكون خفيفين الظل على المستمعين مقابل خبرتك الكبيرة كابتن عدنان الشرقي أيضا معنا اللعب الدولي السابق والمدرب حسين حمدان أيضا للحديث عن ملف كرة القدم اللبنانية أهلا بك كابتن حسين في ميدان الرياضة خير لك جوزيف والأماني وبتشكركم أنك سنحطونا الفرصة نكون بباشاة مع الكابتن عدنان نعم شكرا لك كابتن عدنان الشرقي أنا أبدأ معك اليوم يرى البعض أن القيمة السوقية لكرة القدم اللبنانية كبيرة جدا من خلال المبالغ الكبيرة التي ينفقها الأنصار والنجمة والعهد فيما كان الفكر السائد سابقا أن لعبي كرة القدم في لبنان فقراء يعني برأيك اليوم بين القيمة الكبرى التي تنفق وبين فكر لعبي كرة القدم أي من الرأيين الأصح ما فينا بالوضع الحالي ما فينا نقدر نقيم غير ما تنتهي التجربة أي تجربة تخوضها لا تنتهي أو لا توصل لمرحل معينة أو طريق معين بسيط تقدر تحكم علىها ولكن لا شك جنون الأسعار داخلت كل العالم نحن في لبنان حاليا الفوتبول بيعتمد على أشخاص وليس على استثمار الاحتراف هو استثمار بمعنى الربح في لبنان هو الصرف لزهور ما أو لنقطة ما أو لأي شيء ما يعني ما قادرين نفصل لأنه كل نادي عنده وضعه الخاص ولكن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع السياسي ما بيتجاوب تمام مع هالصرف يلي عم ينصرف يعني تصور أنه بلد عم تعمل ميزانية لتفرض ضرائب لتخفف المصاريخ لتخفف المعاشات بينما في مجال قرد القدم عم يزيد الانفاق يعني ما وضع طبيعي وتعفتش على أسبابه ما منكن توصل لحقيقة مزبوطة لسبب بسيط أنه وين أنه ما في مال الدولة ما عنده مال المجتمع مفرق سياسيا مختلفين كيف عم يصير صرف بكرة القدم لننتقل إلى كابتن حسين حمدان كابتن حسين يتحدث كابتن عدنان معنا عن التضخم في كرة القدم اللبنانية وعن الاستثمار ما اسمه يعني بيئة الاستثمار حضرتك كنت لاعب يوم من الأيام واليوم مدرب كلاعب كرة قدم لبنانية اليوم برأيك أين يفضل أن يلعب مع العهد البطل القوي اليوم وعنده استقرار فني ومادي حتى مع الأنصار الطامح أو بالمقابل مع النجمي صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة وطبعا يعني عندما نتحدث عن كرة القدم اللبنانية هناك الكثير من الأندية ولكن هائذ هي الأندية الثلاثة يعني تختصر إذا بدك كرة القدم اللبنانية اليوم صحيح أماني لكن أنا يعني طعيبا على كلام الحاج نحن بمرحلة الاحتراف الوهمي لأنه نحن من سنة 1992 لحديث هلأ بعد ما لبنان بعد الحرب ما قدرنا نبني فوتبول أبدا على أسس متينة عالم قرار القدم متل أي مشروع بالعالم بحاجة لأسس حاجة لإدارة لعبة بحاجة لبنى تحتية بحاجة لللاعب أكيد نحن ببداية التسعينات والألف والألفين وطلوة اهتمينا بشوي بالبنى التحتية اهتمينا بإدكان فيه عنا إدارة للاعبة أنا لو بحكي إدارة لعبة عم بحكي بالاتحاد بالأندية بالمدربين نتركنا اللاعب على جنب وهيدا سبب من الأسباب اللي خلينا حاليا نوصل لمرحلة أنه اللاعب سوقه عالي جدا أمواله أمواله كبيرة وصح أنا بوافق مع الحاجة عدنان نحن بمرحلة جنون لأنه حاليا عم نشوف لاعبين ما بتستاهل ربع الإيم اللي عم تطلبها وللأسف هيدا شي موجود بالفوتبول اللبناني لكن لما حطينا على عقود الاحتراف بين إيدان اللاعبين ما درسنا الموضوع صح 90% من اللاعبين ما بيعرفوا شو مكتوب بالعقود مع الأندي ودائما الأندي حطي أفخاخ بقلب العقود اللاعبين وأنا عم بحكي شي واقع سريعا إذا شررت عن السؤال بس لأقلك بدك تلعب فوتبول اللبنان تلعب بناد النجمة هيدا رأيي الشخصي بعرف يمكن ما بيعجب لي كتير بس أي فوتبول خارج نادي النجمة هو بلقيني نعم سنتحدث تفصيليا عن الأندي الثلاثة كابتن حسين ولكن كابتن عدنان الشرق أعود إليك تاريخيا هناك نقمة في لبنان على اتحاد كرة القدم إذا كان اتحاد كرة القدم في عصر يفوز فيه الأنصار النجمويون ينتقدون الاتحاد وإذا كان في عصر يفوز فيه العهد أو نجمة العكس صحيح اليوم الاتحاد لبناني لكرة القدم أصدر قرارا بإلزام أندية درجتين الأولى والثانية بإشراك عدد من اللاعبين عمر 22 وما أقل وحضرتك دائما تتحدث عن القاعدة في كرة القدم عن هذا الهرم أنه يجب البناء من تحت هل برأيك هذا القانون يمكن أن يغير من المعادلة كرة القدم اللبنانية ولمصلحة من سيصب من هذه الأندية أنا قبل ما جاء بك بدي أحكيك بس شغلي واحد نعم بالنسبة للفوتبول المسؤول عن الفوتبول الأندية والاتحاد نعم ووظيفة الأندية هي بناء فرقها هي وتحضيرهم ليلعب البطولات وانتخاب الاتحاد وانتخاب الاتحاد وهذا ربما الأهم انتخاب الاتحاد مثل ما بصير انتخابات التانية نعم بأي أنت أنا ما جيب سيرتها منشان ما نخود به وشو وظيفة الاتحاد نعم هلا شو بقولوا انه الاتحاد هو المسؤول لا نعم هو جزء من المسؤولية الاتحاد الاتحاد عنده شغلتين تشريع القوانين بالنسبة لأي له بعد ما نتوافع عليها الجميع العمومية تاني شيء تنظيم البطولات بعدين تطوير قوة القدم التلاتي هول وظيفة الاتحاد البنية الأساسية تابت الفوتبول بالدول الضعيفة الدولة بتعملها نعم بينما بالدول يلي عندها فلوس يعني البنية التحتية تبعت الملاعب تعملها الفرق نعم بينما البنية التحتية تبعت تنظيم كيف بدك تروح تلعب مباريات كيف بدك تروح تتأمن توصل لهذه وين بدك تصف سيارتك وين بدك تتأمن أمنية ندا هذه وظيفة الدولة نعم نحن خالطين ما بين وظيفة الاتحاد ووظيفة الأندية ووظيفة الدولة خالطينهم مع بعض وكل جهة ترمي المسؤولية على جهة أنا برمي المسؤولية على الأندية نعم بالاجتماعات الجمعية العمومية الأندية طوال السنين أو طوال الموسم القروي بيشوفوا الجمع العامي موتوا بيسكتوا وأمرار أثناء البطولات بيشوفوا البعوضة بأيموا الدنيا لأنا نحصوبة على جهاز سياسية كل شيء الاتحاد هذا القرار كتير منيح ولكن ما بيجي بطلعوا بقول بالموسم القادم بقول بعد 6 شهر بقول بعد يعرف كيف بس كقرار كتير منيح بس هذا القرار الوحيد ما هو بيحسن كرة القدم يلي بيحسن كرة القدم هي إنه نبدأ من تحت وليس من فوق عم ندفع من فوق المصاري ما بتنزل للتحت بس إذا بنبني من تحت المصاري بتطلع لفوق نبني من تحت يعني الفئات العمرية كل شيء بمعنى الفئات العمرية ما بس الاتحاد مسؤول عنها الاندي مسؤول عنها تنظيم مبارياتها مسؤول عنها ألا أي لعب بمباريات يجب أن نشرع قوانين تنظيم مسابقاتنا إذا بدنا فتبول مزبوط نعم وهناك ضرورة أيضا ربما لإنشاء روابط للدوري أماني وليس فقط الاتحاد يدير كما في إسبانيا هناك رابط الدوري الإسباني في إيطاليا رابط الدوري الإيطالي في إنجلترا رابط الدوري الإنجليزي وإلى آخره نعم جوزاف تحدثنا ببداية الحلقة كابتن عن ثلاثة أندية الأنصار النجمي والعهد سنبدأها مع النادي الأحب إلى قلبك أي نادي كل الأندية أنا الفوتبول كله حبيب لقلبه بس لا في نادي مميز بالنسبة لك تماما سنبدأ معها الأنصار بعد انتهاء الحرب اللبنانية كان هناك الأنصار ثم الأنصار ثم الأنصار في الدوري اللبناني أحد عشر لقبا تواليا مع المدرب التاريخي طبعا عدنان الشرقي قبل فترة قحت اخترقها بلقباء عام 2006 وعام 2007 لكن الأخضر استقدم هذا الموسم أفضل لاعب لبناني بصفقة كبيرة أملا في العودة إلى القمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النجمة إلى لقب الدوري إثرى قدومه عام 2007 من احتراف طويل في الإمارات فضل اللاعب الموهوب والخجول الانتقال إلى ناد يضمن له توفير متضالباته فجاء الأنصار الجميع بجذب ابن الثانية والثلاثين عاما بصفقة مليونية لينضم إلى مجموعة من النجوم على غرار حسن شعيتو وعباس عطوي أونيكا وعدنان حيدر رئيسه نبيل بدر المرشح السابق وربما المستقبلي للانتخابات النيابية احتفظ بهدافه السنغالي الحاج مالك ولاعب وسطها التونسي حسام اللوات فيما دعم المدرب الجديد السوري نزار محروس تشكيلة الأخضر بمدافع برازيلي موزيس لوكاس وتتركز الأنظار على الشابيات حمود القادم من بولغانيا غاب الانصار كثيرا عن منصات تتويج باستثناء لقب في الكأس عام 2017 ومع استثماراته الجديدة تبدو إدارة النادي واضحة بإعادة تعويم النادي فنيا وجماهيريا في العوام القليلة الماضية انتقلت زعامة الكرة اللبنانية إلى العهد وأصبح دير بالانصار والنجمة بمثابة البكاء على الأطلال لكن مع إعادة بناء هيكل القاعدة الخضراء هل يعود أبناء الطريق الجديدة إلى أمجاد التسعينيات أم يدفع ثمن فائد النجوم في تشكيلتهم كابتن حسين حمدان اليوم طبعا نادي الانصار دم حسن معتوق اللي هو أفضل لاعب لبناني اليوم هل برأيك هذا الانضمام لحسن معتوق سيساعد نادي الانصار إلى العودة إلى القمة والفوز باللقب لهذا الموسم؟ طبعا أكيد اللعب كبير مثل كابتن حسن معتوق هو إيمي إضافية لأي فريق ممكن يتواجد معه لكن لمبسط الأمور الانصار بكل بساطة مثل المريض اللي راح عند الحكيم اللي يشخص له المرض قال له رأسي عمي جاني ليعطيه دواء عطاه دواء لكل جسمه وترك له رأسه الانصار من ثلاث سنين إلى هلأ عم يعاني بالحالة الدفاعية بكل مباريات وبتسعين بالمئة من المباريات اللي عم يلعبها راح أشتغل السنة من خط الوسط لخط الهجوم وترك خط الدفاع وأكبر دليل على اللي عم نحكيه هلأ مبارات مبارح مبارح كان فيه أنا لما بحكي عن التنظيم الدفاعي عم بحكي عن تنظيم الدفاعي بشكل عام للفريق ما بحكي عن أفراد هيدا الشي اللي ما عم بيقدر الانصار يشتغل عليه من سنين وهيدي الصغرة الكبيرة اللي كانت موجودة مبارح ما معقول فريق بده ينافس على اللقب بحجم نادي الأنصار بالتسعينات لما كان نادي الأنصار عم بينافس على كل البطولات كان عنده فريق متكامل كان عنده عناصر عم بتقاتل كل الوقت مبارح بالدية 35 فيه هجبي مرتدي لفريق متشباب الساحل فيه أربعة بس بحالة دفاعية بفريق الأنصار كلنا منعرف بالفوتبول الحديث هيدا بطل موجود إذا ما قدر الأنصار يخلق هيدا العقلية عند لعبته أنه هني بدون يكونوا لما تكون طابع مع الفريق الخصم هني كلهم بدون يكونوا بالحالة الدفاعية صدقيني لو مين ما جابوا الأنصار ما رح يقدر يحزوا ولا لأب نعم كابتن عدلان الشرقي أنا شخصيا منذ طفولتي نشأت على ألقاب نادي الأنصار مع حضرتك بالكياد الفنية شخصيا ما كنت أشاهد نجوم في النادي كنت هناك عيصام كبايسي حازم الغور نازيه نحلة في خط الوسط كان هناك النجم عمر إدلبي النجم الكبير حتى هجوميا محمد المسلماني وعبد الفتاح الشهاب وفادي علوش هدف الدوري ما كان نجم أوحد في النادي كان هناك عمر إدلبي من بعضه ديفيد نكد النجوم الكبار وحضرتك تركز أنه يجب أن يكون في الفريق لعب جماعي اليوم الأنصار فيه نجوم بالفريق حسن معطوك هناك حسن شعيط موني بالإضافة لعباس عطيو أونيكا حتى اللعبين الأجانب حسام اللواتي بالإضافة للحجمال كان فيه لعبين مرموكين هل برأيك هذه التخمة بنجوم نادي الأنصار ستضروا أم ستفيدوا بهذا الموسم؟ أول شيء بده قولك كل زمان إله رجاله وكل وقت إله أبطاله ما حدا يتفاجأ أنه كان الأنصار وكل دول العالم الدنيا دولاب فيه ظروف يتأخر فريق فيه ظروف يتقدم فريق بالنسبة لفريق الأنصار بالنسبة لإلي أنا عادة بالإعلام بغرف مغلقة مع مسؤولي من الأنصار بحكي لا تفضل حديث عن الأنصار لا تفضل ولكن بشكل عام بحكي بشكل عام كثرة النجوم بفريق واحد هل تضروا أم تؤذيه؟ أم تفيدوا أزران فيه أثمان فيه أثمان بقصة كترة النجوم قصة واحد أنه بالبنج يورى بالمقاعد يجب أن يكون عندك لعيبة جيدين ولكن بالنسبة للمسؤول عنهم يجب أن يكون يفهمهم مظبوط أنت شو دورك وأنت شو دورك وأنت شو دورك وأنت شو دورك بالفريق ويكونوا بيسقوا بالمدربة أنه هالشي أنا عم أقول لهم لصالح المدربة نمرة اثنين اللاعب اللي الجاهز حاليا هو اللي بده يلعب بس هلأ بالنسبة للأنصار برأيي الرئيس أعطى كل شي للمسؤولين هلأ بقول لك مين المسؤولين بمعنى أنه حاول يجيب لعيبة وعمل ما بقول لك تخمي جيب تقريبا من أفضل عناصر يلي قدر جيبها يلي موجودة بالكرة اللبنانية ورمى الكرة عند المسؤولين هلأ في عندك ثلاث عناصر زدت الكرة عندهم هلأ أنت حد تفاجأ أول عنصر زدته للجمهور هذا برأيي لسبب بسيط الجمهور ما لازم يقس لازم يجي كمان أكتر ولازم يضلوا يحمس بأي نتيجة فوز ربح تعادل نعم يضلوا لأنه هذا شافت أنتوا بطكن الرئيس يجيب لكم لعيبة هاي جيبن لكم لعيبة معنويات نمرة واحد نعم نمرة اثنان ترجع بتتعلق الشغلي هون ما بالجهاز الفني والإدارة بتتعلق اللعيبة إذا بتشوف لعيب ثناث الأنصار حاليا ما بدون مدرب صح عم بيحكي إذا بتعدهم كأشخاص ما بدون مدرب نعم أصبح العنصر التالت المسؤول الإدارة والفني يقدر يدير الفريق حاليا أنا اللي عم شوف الأنصار عم يلعب بعقل اللاعبين وليس عقل الفريق أو عقل المدرب لا الفريق الفريق حاليا الفوتبول لا بده قول لك برشلونة ولا بده قول لك منشستر يونايتد الفوتبول كعام كلنا عم نقول نحن منفهم فوتبول الفوتبول حاليا دفاع هجوم الفريق بدافع والفريق بهاجم لاعبين بيتخمة بأربعة دقائق يدخل فيهم هدفان مع احترام هاي الكوبة على فريق شباب السحر ودائما كانوا فريق شباب السحر رقم صعب أمام الأنصار لما أخذنا بطولات أو لما من كان دائما سعين فوض ولكن بأربعة دقاية خمسة دقاية يدخل هدفان يكون نتيجة واحد واحد ويصيروا التاتي بواحد الفريق ما عم يلعب كفريق عم يلعب كأشخاص هلا في ثلاث أسباب أدوا لهذا الشيء نعم نمرة واحد لازم أي فريق بده يعمل فريق مظبوط بده يكون المدرب والنادي يأخذ قرار لما تخلص آخر مباراة بده يكون عنده قرار هالمدرب هذا يتبع على السنة حيضر معي لا بده يكون أنا أمنه بخلال أسبوعين يكون موجود معي من أول الموسم نمرة اثنين مباريات غرب آسيا ضرت فريق الأنصار لسبب بسيط لازم فريق الأنصار بهالمجموع بهذا المدرب الجديد يكون عنده معسكرات داخلية وخارجية قبل وبعد ما يخد دورة النخبة المدرب جديد جرب كل اللاعبين بس بعدنا عم نحط اللاعب الجيد مع بعضهم كلهم نسوا مع بعض لازم نعرف سعيء الفوتبول عم يلعب فريق نادي الأنصار لا مركزية خاصة في وسط الملعب وبالهجوم ولكن لما نحن عم نهاجم مين عم يضل بوسط الملعب يعني عجبني كبتر حسيني كبتر حكي لأنه بحترمه مزبوط لأنه بعرفه مزبوط وكان عندي لعب بالمنتخب رايق وهذا وبيفهم كرة مشكلة ما المشكلة بالدفاع أي دفاع ما تحط سواتر في خط أول خط تاني وتل أي دفاع ما تحط ساتر قدامه نعم بده يدخل فيه أهداف نعم نحن كأنصار حاليا ما عم نلعب دفاعا كفريق وهجوما كفريق عم نكدس لعيبي جيدين بالتركيبة نعم ولكن مختصاصات المركز هنية اللي بلمعوا فيها أحسن هذا برأي حاليا نعم سنتابع الحديث معك كابتر عدن الشركة ومع الكابتر حسين حدان ولكن بعد التوقف مع فاصل أول في ميدان الرياضة وبعده نعود للمتابعة بك ومعنا أهلا بكم من جديد سنكمل الحديثة الآن عن نادي الأنصار ما بدأناه في الجزء الأول طبعا يجمع الوسط الكروي على أن رئيس نادي الأنصار نبيل بدر من الشخصيات العفوية جدا في الوسط الكروي اللبناني يرأس النادي الأخضر منذ سبع سنوات ولا يزال ينفق من ماله الخاص آملا بإعادة اللقب إلى خزائن النادي فريق عمل ميدان الرياضة زاره في مكتبه وكان السؤال الأهم هل توازع القيمة السوقية للدور اللبناني هذا الموسم انتقالات اللاعبين قيمة الفريق السوقية كبيرة كانت عم بيحكي عن فريق العهد اليوم نحنا اتخطينا من حيث المستوى من حيث الإيمة من حيث التعاودات من حيث المستوى الفني هذا الفريق البعبع اللي كان مسيطر على البطوية على مدار السنين الخمسة الماضية أنا أبأكد لك أنه نحنا صرنا صدارة المنافسين على دورة اللبنان قيمة السوقية من الناحية التجارية يعني إذا واحد انفستر إجا يحط مصاري بالفتبول ليعطي مقبيلة شيء أكيد لا ما بيستاهل إذا من الناحية السياسية إذا حدا عنده طموح سياسي وإجا يستثمر بالفتبول ليوصل إلى مكان ما أكيد لا هلأ من الناحية الاجتماعية بسمة الناس وفرحتها ببطولة أو بكاس أكيد بتستاهل أكثر من 3 أو 4 مليون اللي بنحطون عن نادي خلال اللقاء أيضا سألنا نبيل بدر كيف يعمل نادي الأنصار وهل يمكن تحويل الأنديا اللبنانية عفوا إلى مؤسسات فماذا أجاب نحن عم نجرب نحن مثل غيرنا أنه نمأسس النادي يعني نحاوله إلى مؤسسة هذا الشيء إذا بشوفه من خلال بناء منشآت جديدة تقدر من خلال تحط يعني تدخل مداخيل إلى النادي من خلال رفع مستوى النادي لحتى يصير عدد الجماهير لما تعرف أن الجمهور هو جمهور يعني بعضهم جمهور نتائج وبالتالي يدفعوا يعني عجلة النادي أكثر ماليا ومن خلال كمان بعض المبادرات اللي بيقوم فيها الفريق على مستوى المحافظات كمان هيدا لحتى يجيب أكثر عدد ممكن من السبونسرز اللي يكونوا مسؤولين داخل مجلس أمنا واحد يدعموا الفريق بمسير تركروية بس حتى ما غش العالم مكذب بمعنى أو بآخر مؤسسة بلبنان بعد ما وصلنا لنكون مؤسسة كاملة يعني مين ما راح مين ما إجاب يظل النادي لا دايما لازم يكون فيه مبادر موجود مثل ما بيقولوا لا يضحي في سبيل إكمال مسيرة هالنادي كابتن عدنان الشرقي قبل الفاصل تحدثت حضرتك عن اتحاد كرة القدم اللبنانية ومسؤوليته عن الأندية اللبنانية والمعروف أيضا عن نبيل بدر كرة القدم والأندية كرة القدم اللبنانية والمعروف عن نبيل بدر أيضا انتقاده الدائم لإتحاد الكرة برغم علاقاتها الشخصية مع الكثير من الشخصيات الموجودة والأعضاء الموجودة في الاتحاد طبعا العلاقة الطيبة فكيف يفسر ذلك نتابع في هذا السؤال الاتحاد يعمل لجنة يدور على المحافظات يعلم العالم على الفوتبول يأخذ منتخب لبنان أنا ما بدي أعلمه يعمل هو الاتحاد شغلته لما صير أنا عضو بالاتحاد أبلغ شو أعمل أنا هلأ علي أنه انتقد أداء الاتحاد شغلته لأنه الاتحاد ما عم بوصلنا لمحل ليش نحن ما بنجر كل هالناس محبي الفوتبول إلى بطولاتنا المحلية هيدا دهون دور الاتحاد هاي مبادراتنا نحن الفردية لما مستوياتنا بتاعلى لأنه نحن عم نبادر لأنه نحن عم نستثمر باللعبة شو عمقل الاتحاد من أول مجيدة لهلأ بحط علي غرامات ويأخذ مصارع اللعبين واني بسافروا بالطيرات الفارهة الاتحاد الثاني فهمت مننن أنه هن يعملوا شي أنا أتمنى يمكن يكون في عنصر أو عنصرين بالاتحاد أو ثلاثة أو أربعة حابين يعملوا مثلا عمقلك الاتحاد كاتحاد من الصعب بمكان أنه ياخد دوره وما يحكيك لأنه يكرهون لأنه زعلان عليهم إذا وصل للمحل ما من القوة بالاتحاب بالفوتبولة سأقلوا بها المحاصصة لن يدخلوا بها اللعبة وهلأ هن يتفاول يحكي مع بعضهم على أن السياسيين الكبار المسؤولين عن اللعبة على أن يرفعوا أيدهم عن لعبة الفوتبول هذه مطلوبة ومبعت رسائل بها الاتجاه إذا كان هذا الشيء يتطبق أكيد يكون للمصلحة اللعبة هذه المحاصصة لم يصلنا للمحل لا على مستوى قرية قدم المحلية ولا على مستوى مشاركاتنا بالبطولات العربية والأسيوية خلاص نزحوا وخلوه غير يكون يشتغل أرباب اللعبة يجوا يشتغلوا لماذا يجيب أحدا ما يعرف من رمد التماس وقاله أنت القصة كلها ما بتصبط كابتن عدان الشركة أعود إليك بعد ما استمعنا إلى رئيس نادي الأنصار نبيل بدر يعني يقول أن هناك محاصصة ويتحدث عن إزاحة يد السياسيين عن لعبة كرة القدم في لبنان هل أنت في هذه الأجواء أجواء مماثلة وهل برأيك بالفعل هناك محاصصة وأن المحاصصة هي سبب فشل كرة القدم اللبنانية ما بس بالفوتبول بكل الرياضة نعم مية بالمية صح نعم مية بالمية صح مية بالاتحان سياسيين ملطفقوا مع بعض وتحل المشكلة برأيك إذا وزيحت المحاصصة طول ما فيه نجح لبنان سياسيا مع سياسيين الشعب ربما يتناقض بحول هذه النقطة هل لبنان حاليا عايش بيئة سياسية واجتماعية 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 مزبوطة هناك مشكلات كبيرة كتير مني إذا تدخلوا بشغلة تانية كمان هتكون مثله نعم هو قصة رفع الغطاء السياسي أنا بلاقيه صعب بسول مزبوط عكل الاتحادات وأنا مين ما يجي بالاتحادات هيكون تابع وما بيوصل أي مسؤول اتحاد أو رئيس اتحاد إذا كان ما مدعوم سياسيا والحل بس الحل اللي عم قوله بس صعب بلبنان صعب بلبنان بدنا ندحك على بعض أنت شايف في شيء بلبنان بيوصل أو منحله غير عن طريق السياسيين أعطيه لنا شوف إذا بدنا نفتح الشارع أعطيك شغل واحدة أقنعك فيها مثل أتوستراد العربي نعم من كم سنة صروا ولم ينفذ لا لا شوق شوق هلله عم ينفذوا شوق 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 محاصصة من الستينات والخمسينات تسوي الأتوستراد العربي بيجي من لبنان ليوصل لها الخليج تبليش ما واصحين نعم كابتن عدنين عفوا جزاف لدي سؤال خلال حديثنا مع نبيل بدر كان يقول أنه حتى لو بقيت السياسة يد السياسة على اتحاد كرة القدم لبنانية ولكن هناك أناس من هذه الأطراف السياسية المتعددة تفهم في كرة القدم فلما لا نأتي بهذه هؤلاء الأشخاص ومنزيح الأشخاص الذين لا يفهمون كرة القدم يا رياضية القصة ما قصة تفهم قصة آخر شي بدي أصطدم أنا هأسألك سؤال ما هنحدد المنطقة ولا هنقول من الفرق نحاك نعم صار مشكل بين فريقين ثلاث تعاميم ثلاث قرارات متغناضية متناقضة طلعت بهالمشكل هيدا كيف حتى بالتعاميم هناك محصصة كيف نعم نحن لبنان بسموه لبس جلباب أبي حضرتوا هيدا الجلباب أبي نحن ما بننا نتضحك على حالنا مش اللي نوصل لحقيقة نحن أبسط المبادئ يا حبيبتي يعني ونبقوا أنت عاملوا رياضة يا خيال داخلوا أنت السياسية بس أنتو ماشوا رياضة مظبوط نعم حطوا قوانين ويمشوا عليها مظبوط وصحتين على قلب مين بيخسر وصحتين على قلب مين بيربح وكذا بس مشوا القوانين يعني أنت بيمشي عليك سين بدو يمشي علي سين بدو يمشي علي خيالها سين بس ما أنت بيمشي عليك سين أنا بيمشي علي جيم نتمنى ذلك كابتن عدين شاركي تحدثنا كثيرا عن فريق قلبك الأول ولكن سنتحدث عن الغريب ما الآن وهو فريق النجمة موسيقى بين عشق جمهوره الأبدي على قاعدة من الحب ما قتل وأزمات مرجعياته السياسية يخوض نادي النجمة غمار موسم بشعار بناء فريق جديد لتفادي الإنغيماس في بازارات سوق الانتقالات المرتفعة نتابع في هذا التقرير يحظى نادي النجمة بخصوصية غير اعتيادية في كرة القدم اللبنانية هو صاحب القاعدة الجمائرية الأكبر من دون منازل وفي زمن مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر أخباره على نحو واسع بما يثير الجدل غير المجد بين أهل البيت الواحد من جهة ومع جماهير الأندية الأخرى من جهة ثانية تاريخيا لدى هذا الجمهور شعور بالظلم والاستهداف الدائم وجديد ذلك شكاوى يومية من تركيز الإعلام المحلي على النبيذي دون سواه فيعطي البعض من شعب النجمة لنفسه الحق أحيانا بالرد بطرق تتجاوز الأصول كان هذا النادي في عهد رئيسه التاريخي عمر غندور جامعا دوما لكل أطيع في المجتمع وبرغم دخول مرجعية سياسية بارزة على خط رعايته منذ بداية الألفية الثالثة لم يتغير عشق جمهوره وتعصبه الأعمله ما تقدم يعقد مهمة أي إدارة تتنكب للمسؤولية وخصوصا أن رئيس النادي الحالي شاب واعد يحتاج وباعترافه إلى مزيد من الوقت لاعتياد زواريب كرة القدم اللبنانية وفي ظل القدرات المالية المتقدمة لدى المنافسين وغياب القدرة على إبرام صفقات كبيرة ارتأت الإدارة الاعتماد على أبناء مدرسة النادي من الشباب خطة احتاجت طبعا لتدعمات محدودة كان أبرزها ضم المدافع الدولي السابق علي السعدي بصفقة تبادل مع نادي الصفاء وينتظر التعاقد مع مزيد من اللاعبين في الأيام المقبلة وفق رؤية المدرب المصري الجديد محمد عبدالغظيم حل المدرب عظيمة بدلا من التونسي طارق جرايا الذي أقيل قبل بداية الدور بشهر واحد تقريبا بسبب أزمة ثقة مع رئيس النادي واللجنة الفنية وقد خاض النبيذي مبارتين وديتين مع ناديي الجيش السوري والقوى الجوية العراقي أعطي تاع انتباعا واضحا بأن تحسنا تدريجيا يطرأ على الفريق كابتن حسين حمدان نعود إليك النجم اليوم بدون حسن معتوق الذي انتقل إلى الأنصار كيف سيكون النجم اليوم بدون حسن معتوق هل هو أفضل أم أسوأ وأيضا ما هي حظوظ نادي النجم اليوم في الموسم الجديد طبعا بتشكيلة من اللاعبين الشباب يعني بعد التجربة بالموسم الماضية مع الكابتن حسن معتوق مع الاحترام للكيمة الفنية اللي لقله لكن النجم لم يحرز أي لقب النجم لازم كنادي كبير يتوجه لمرحل جديدة وهذا الشيء لازم كان ينعمل من عشر سنين لورا لأنه دايما بنادي النجم الطموح والأمال شيء والواقع بالفريق شيء تاني دايما المشاكل اللي عم تتراكم على كتف هالنادي عمره سنين وللأسف نحنا بعدنا محلنا وما عم يتغير شيء البحاجة اللي لقله نادي النجم هلأ هو بناء فريق صحيح تطلع فيه لازم يكون فيه نوع من المصارحة بين رئيس النادي بين الإدارة وبين الجمهور لأنه هيدا الشيء مفقود السئة بيناتهم وهيدا الشيء اللي هو اللي عم يعكس دايما سلبة على الفريق ونحنا بنعرف كتير منيح أنه جمهور النجمة الكبير وجمهور النجمة المتطلب دايما عم يكون عامل ضغط كبير على الفريق لما أنت ما عم تقدر تأمل له الإمكانات لما أنت ما عم تقدر تحط له فريق جيد منافس على البطولة أو على قليل يكون منافس لفريق العهد أو قريب جدا من الأنصار لأنه الأنصار بآخر سنتين كمان سبق النجمة من حيث تحضيره من حيث بناء الفريق هون أنت لازم يكون فيه عندك نوع من الأنواع المصارحة أنت شو بدك بالزبط؟ أنك تحط فريق من هلأ إلى بعد خمس سنين تطلع تحكي مع النادي بتحكي مع جمهورك بالطالب بتبلش تبدي من تحت بس أنا لما بديره أجيب مدافع مع الاحترام الكامل اللي قاله عمره 34 أو 35 سنة يعني أنا عم أشتغل عكس اللي لازم فيه تناقض بالعمل داخل نادي النجمة مع محبتي الكاملة وأنا هيدا نادي كمان كان قيل الشرف أني لعبت بأميستو كان قيل الشرف أني مسلته وكان قيل الشرف أني يكون بجهازه الفني بس بدنا نكون مواقعيين إذا بدنا نضغطها ونخبي الأمور فينا نحكي اللي بدنا إياه ونحكي شعر لكن لما بنحكي الأمور بكل صراحة هيدا النادي بيستحق أفضل من هكب كتير لأنه الصراحة لازم تكون موجودة أنا شو بده؟ أنا بعد ما عرفت نادي النجمة حاليا شو طموحه السنتجية هو طموحه يعمل فريق ولا طموحه ينافس نحنا بنعرف كتير منيح جمهور النجمة جمهور ما بيرحم جمهور النجمة جمهور بالمباراة الودية لازع كيف إذا كان بكرة بمباراة دوري فهيدا الشيء نحنا لازم يكون فيه استراتيجية واضحة مش عايب الفريق يخسر بطولة وبطولتان وثلاثة وكاس وهيدا الشيء بكل الفرق العالم تجع بترتب بيته في فرق ألا سنين بماشي سيونايتد ألا سنين مش أخي البطولة ومش عايب فريق مثل فريق النجمة على إياس بلدنا يكون كمان فيه مصارحة ونطلع نقول أنه نحنا عم نبني فريق بس أنا إذا بدي أبني فريق ما بروح بجيب لحي بعمل 35 سنة هوني هوني التناقض اللي عم يصير في نادي النجمة وهوني اللي سمح أنه للجمهور يكون هوي صاحب القرار مشاركة مع الإدارة طيب استمعنا قبل قليل إلى رئيس نادي الأنصار نبيل بدر ورأيه في الدوري اللبناني وفي الاتحاد الآن سنستمع إلى رأي رئيس نادي النجمة أسعد السقال وكيف يرى حجم الإنفاق في الدوري اللبنان طريقة حياته لللاعب منى طريقة محترفة وبالتالي الأرقام اللي عم تندفع اليوم عم تندفع بعد تصور هذه الأرقام لدوري مفروض يكون شبه محترف أو محترف ففيه فرق كثير والسبب كان يمكن بعض اللاعبين اللي تقادوا أجر كثير كبير على كل الأسعار خلوا وصلنا لدرجة أنه في بعض اللاعبين عم ينطلب فيهم أسعار ما بيستهلوا موضوع تاني موضوع الاتحاد اللي هو هدي مسؤوليته بالنهاية ينقل اللعبة من محل لمحل يعني أنا عندي انتقاد كبير بارح شفته بنهاية كاس النخبة بالنادي الأنصار ونادي الساحن بغض النظر من الربح يعني هل بتعتقد حفل التتويج بليء بالناديان أو بليء بنهاية بطولة لو أنها بطولة منها رسمية بالنهاية هذه بطولة كيف يختص الرئيس نادي النجمي أوضاع فريقها الآن بعد الخضة التي مر بها إثر فشل التعاقد مع حسن معتوق وعدد آخر من اللاعبين وهل استقامت الأمور حالياً نحن خلصنا الدورة سنة الماضية وتبين لألنا وكل جمهورنا أنه الفريق فيه ثقرات الفريق من ناحية بنشي الاحتياط طبعه فيه مشكلة لأنه نحن لما صارعنا بعض الإصابات عانينا لأنه ما فيه بديل عم ينزل يقدر يشيل الفريق فيه قرار إداري بالتعاقد يعني مش هذا بس كان فيه معارضة من مدرب على أسماء على أسماء نحن نعتبرها كانت نجوم نعتبرها الفريق بحاجة لأله هو ما بيعتبرها هيك فهذا أدى لتضيع وقت تضيع وقت بنهاية جمهور ما بينطل عليك جانا اليوم مدرب محترم جدا مدرب مستوى جدا عالي ومدرب صراحة لنا الشرف نشتغل معه أدمن إنسان رائع بفهم والشغل معه سهل وحلو ممتع فورا بلشنا تعاقداتنا يعني كنا مخلصين كم شغلة قبل ما يجي طمن أنا جمهوري اليوم أنه نحن مش إذا ما جددنا لحسن معتوق يعني نحن الفريق نزل فريق ما بيعتمد على لاعب والنتيجة مبارح شفتوها بنهاية النخبة برأينا نحن برأي اللجنة الفنية وأنا مقتنم بالكلام الدفاع الأقوى بالدوري هو الأوفر حظا لا يأخذ دوري فنحن بلشنا بتدعيم خطنا الدفاع وبعد ما خلصنا نحن الفريق بعد ما خلص بعد حيدعم خط الدفاع هالأسبوع وإسبوع الجاي بعدة عناصر يعني من بعد ما فل الكابتن عباس عطوي أنا ما شفت خط وسط من يحمل نجمة التدعيم اللي عملنا بوجود أجنبيان بخط الوسط أجنبيان مستوين عالي صار خط وسطنا اليوم إذا مش الأفضل من الأفضل بدنا نقوم نحن الأجنحة تبعنا عايزين هكذا لعبين وخاصة البنش مش أي لعب ننضمه للنادي يلي بدي يلعب بنادي النجمة بدي يكون فعلا لعب قادر يشيل نادي النجمة تحدثنا منذ قليل عن المرجعيات السياسية وأن كل نادي مدعوم من طرف ما في لبنان معروف أن تيار المستقبل أحد الأقلاب الرئيسيين في المجتمع اللبناني بطبيعة الحال يرعى نادي النجمة منذ عام 2005 حين تسلم النادي من رئيسها التاريخي عمر غندور والمعروف أيضا أن هذا التيار يمر في فترة ظروف مالية غير مستقرة فهل تأثر نادي النجمة بهذا الواقع سقال أسعد سقال طبعا أجاب بكل صراحة أمام كاميرا الميادين نادي النجمة دفع ثمن بس أسعد سأل ما دفع ثمن أسعد سأل ما دفع ثمن لأنه أنا لما جيت على النادي أنا أعرف أنه النادي هذا وضعه مش أنه مش انغشات أو اتفاجأت من قبل الإدارة السابقة القيمة على النادي أخفي علي حجم الديون اللي كانت على النادي هلأ يعني معنا مشكلة إحنا جدولنا هذه الديون دفع كتير منا لهذه الديون والوضع اليوم أصبح مريح نادي النجمة من 2003 إلى 2014 مرجعية النادي كانت تدعمه برقم شهره من 2005 إلى 2008 يعني بواحد الشهر كان في رقم معين ورقم لا بأس به يعني رقم 70 ألف دولار حسب ما بعرف بينزل بحساب النادي من قبل مرجعية النادي اليوم النادي معتمد على دعم أشخاص معتمد على دعم رئيس النادي نائب رئيس النادي بدي أتشكره كتير أكيد والأعضاء الإدارة اللي معي هي اللي أكيد بدي أتشكرهم كلهم ما بخلت لا بوقت ولا بمال لهذا النادي وبعرف أنه سيركب معنا فريق لبل تقريبا سيركب فريق كتير حلو وبدو بس بعض التعديلات اللي بعد معنا وقت يعني معنا بعد 15 يوم لنخلصها وعم نشتغل لا لنهار لنخلصها لنفوت على الدورة بأحلى صورة كابتن عدنان الشرقي استمعنا مليا لرئيس نادي النجمة بعد رئيس نادي الأنصار لماذا برأيك نادي النجمة هو صاحب القاعدة الجماهرية الأكبر في لبنان وليس الأكثر تتويجا الأنصار هو الأكثر تتويجا بالدور اللبناني أول شيء ما بعرف إذا بجماهيرهم أو إذا بيسمحوا لي إحكي عن النجمة أكيد بيسمحوا لك وأنت كمان كان لك مرور بالنجمة هذا كابتن حديدتك مسموح منك كل شيء الكل بيحبون بس كان لك مرور ولو ببريقتك كانت قليلة فريق نادي النجمة كان نادي بتقريبا بقوائل شو من 15 عشرين سنة تقريبا ما من أيام زمين وكذا صار فيه طريقة معينة لماذا عم يصير هيدا برأيي ممكن يكون أنا غلطان نعم بس قبل ما بدي فوت للموضوع عندي موضوع صغير تفضل على السريع تفضل كل بلاد العالم كل فرق العالم الوامن شو موجود موجود بالقرار نعم شو؟ بالقرار بالقرار وليس بالعمل نعم نحن عندنا بلبنان بالقرار وبالعمل ما فيه فريق عملي أنا أصدق بالقرار وبالعمل نعم انت حور شو بدك تقول بره فيه قرار وفيه عمل وأعطيك مثال صغير نعم معبود نادي روما اسمه تطي نعم ولكن تطي إنسان وهيك بقوله وعملين كتابة عليه بالنكة انه ما غير متعلم بسيط نعم لما ايجي اشتروه فريق هلا بقى يعده تطي يعني كان بالأول تطي ما بيتبح بيدفره بيتبح يعني بكلمة صغيرة منه ملك روما كان لقى أبو ملك روما نعم فيه فرق بين أني يكون إلي قرار وبين أنا أعمل لازم يكون فيه ناس مختصين بالأندية بلبنان هيدول تلات أندية أو العشرين نادي أو تلاتين نادي قد ما بدك أن يحسن محدا يزعال صاحب النادي يلي هو بيدفع نعم هيدا صاحب نادي نعم هن يقلوا الأمر والنهي بأي شي بس لازم يناس يعملوا نعم يعني نفى منك كابتن عدنان شرق أنه مالك القرار في النادي يجب أن لا يتدخل في التفاصيل ما أنه ما يتدخل لازم يكون فيه فريق عمل يشتغله يشتغله كيف ما بده لأنه مفاضي هو هيدا نمرة واحد نمرة اثنان النجمة ليش أنا بشوف النجمة هكي رأي نعم جمهور هون إدارة هون فريق هون ما مع بعض صح هيدا يلي عم تخلي النجمة ما يقدم المستوى يلي هو بيطمح له يمكن ما ياخد بطولة بس بيقدم مستوى أفضل لجمهور هون لا يوجد تناغم بين الجمهور والإدارة واللعبين نعم والفريق والفريق بس أنا بطم من جمهور النجمة الفريق يلي بدأ بدورة النقبة ما هو الفريق الحالي يجب أن نتحدث عن نادي العهد بشكل عام لأنه نادي العهد هو بطل لبنان في العوام الثلاثة الأخيرة فقد هيمن العهد على البطولات المحلية في لبنان الموسم الماضي استقراره المالي جعله يفكر بلقب قاري غير مسبوك في لبنان لكن أيامه الأخيرة وصفعة البطولة العربية أعادته إلى أرض الواقع لتابع في هذا التقرير يعد العهد من لندية الحديثة العهد في لبنان لكن برغم ظهوره في نهاية التسعينيات بدأ بحصد الألقاب في الألفية الجديدة ومع تتويجه الثالث تواليا رفع عدد ألقابه في الدور إلى سبعة على بعد لقب من النجمة وستة من الأنصار اكتسب العهد مكانة مالية مع قدوم رئيسه الجديد تميم سليمان فستطاع الصيادة أبرز نجوم اللعبة على غرار نور منصورة محمد حيدر وربي عطايا وعلى صعيد الأجانب غالبا ما تكون اختياراته صائبة فاحتفظ هذا الموسم بالمدافع السوري أحمد الصالح ولعب الوسط الغاني عيسى يعقوب للموسم الثالث وضم المهاجم التونسي أحمد العكيشي كانت قاعدة العهد الجماهرية المتمركزة في الضاحية الجنوبية لبيروت فقيرة جدا في العقدين الأخيرين لكن في الموسم الماضي بدأ لافتا اززياد الحضور الأصفر في المدرجات خصوصا في المباريات المقصلية ضد النجمة والأنصار بعد اتساع الهوى مع منافسيه محليا بدأ يفكر في المنافسة على كأس الاتحاد الآسيوي البطولة القارية الرديفة ليكون أول المتوجين فيها من لبنان فبعد مشاركات عادية في دور المجموعات بلغ أدوارا متقدمة في آخر مشاركتين ونهائي غرب آسيا راهنا حيث يستعد لمواجهة الجزيرة الأردني الشهر المقبل لكن حدة التوقعات من الفريق الصاعد انخفضت بعض عرض متواضع وخسارة بثلاثية على أرض الاتحاد السعودي في بطولة الأندية العربية دلت الخسارة إلى فارق كبير مع أندية الخليج وتلك المشاركة في دور أبطال آسيا يأمل العهد أن تكون هذه البهدلة بحسب مدربه باسم مرمر بمثابة جرس انذار لمواجهتي الجزيرة في كأس الاتحاد الآسيا كنا كنت حاولنا الاتصال برئيس نادي على العهد اللبناني تميم سلمان ولكن نادي العهد فضل عدم الحديث في هذا التوقيت بجمع الأحوال نادي العهد هو الأبرز حاليا في الدوري اللبناني كابتن عدنان الشرقي قرأتوا تعليقا بخصوص الدوري اللبناني لكرة القدم برأيي كان طريف أنه النجمة يفاوض اللاعبين الأنصار يشتريهم والعهد يتوج باللقب شو رأيك حاليا بالهاتسنة نعم العهد كفريع عهد بما يملك من فئة عمرية بما يملك من احتياط فريعا رقم صعب من الصعب تجاوزه عن مدى المنظور لماذا؟ لأنه عنده لعبين جيدين فقط فقط لعبين أم إدارة أم استقرار أم تمويل عنده لعبة جيدة كله المنظومة كلها سوى رقم صعب صعب بالمدى المنظور الصغير أنه تشتازوا من الأفضل في دوري المقبل أنصار نجمة أم عهد ما فينا نقول قبل ما نشوف بس بالمدى المنظور العهد العهد أفضل فريق حاليا بما يتناسب مع آخر مباراة له في الدور السابي الآن بالموسم الجديد لا نعرف نعم لنكون واقعيين بس رقم صعب من الصعب تجاوزه في الوقت القصير نعم سؤال أخير لك كابتن حسين لو سمعت وباختصار جدا تعاقد العهد اليوم مع خبير إسباني لتحليل المباريات هل هذا يفيد نادي لبنان اليوم وكما سأل جزاف كابتن عدنان من الفريق الذي سيتواج باللقب هذا الموسم أو من سيكون الأفضل برأيك أكيد العهد حاليا من عشر السين لهذا هو الفريق الوحيد لليونان اللي عم يشتغل على مستوى صح تنظيميا صح إداريا صح حتى فنيا مع الكابتن باس المرمر اللي هو جزء كبير من اللاعبته بالفريق الأول كانت معه بالفئات العمرية وبيعرف كتير منيح وصرنا مقتنعين كتير كمان إذا أي مدرب أجنبي بدي يجي على لبنان ما بدي يكون إضافة ما يجي أفضل من فضل أن يكون مدرب لبناني يقدر يتعامل مع اللاعبين اللبنانيين ما في شك أنه العهد الأكتر سباتا فريق أكتر أكتر فريق عارف حاله وشو بده وعارف حاله كتير منيح شو الهدف طبعه ويمكن بمبارات الأخيرة مع الفريق الاتحاد السعودي دفع تمن الضعف الدولي اللبناني لأنه بالنهاية فريق العهد بيقدر يلعب أربع أو خمس مباريات على مستوى عالي بكل البطولة بقية المباريات عم تكون تقريبا سهلة بالنسبة لقلو هذا شيء اللي خلى فارق كبير بينه وبين الفرق السعودية بس ما في شك أنه الفريق الأفضل بلبنان فريق الوحيد اللي عنده استراتيجية كرة قدم مزبوطة 100% من التبع عارف حاله شو عم بيعمل بعتقد هو الأفضل على مدى أربع أو خمس سنين لأدام قادر أن يكون سبق لكل الفرق اللبنانية شكرا جزيلا لك كابتن حسين حمدهان اللعب دولي سابق والمدرب كابتن عدن الشرقي نورتنا بوجودك وبالفعل أنت نفخر فيك بكرة القدم وبالرياضة اللبنانية نتمنى لك أيام جميلة وتحليل أفضل لأنه اليوم نورتنا بالفعل بتحليلاتك الحلوة إسلام إن شاء الله تتأضموا من المرحلة إلى المرحلة ودائما تعطونا الأفضل وتجددوا ببرنامجكم بوجودك معنا إن شاء الله شكرا شكرا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من ميدان رياضة ملتقن الأسبوع المقبل إلى اللقاء إلى اللقاء اشتركوا في القناة